في لكو انتغل بلد من المغرب العربي ما نحكيوش عليه برشا بالرغم من تزايد الأهمية استراتيجيا واقتصاديا نحكيو على موريتانيا في قراءة لمقال استثمارات غربية بمليارات الدولارات خمسة أسئلة عن مستقبل ثروة موريتانيا الغازية الموضوع هو الغاز في موريتانيا موريتانيا اللي اكتشفت في السنوات الأخيرة طاقة نفطية وخاصة غازية مهمة في أعماق شواطئها موقعها الاستراتيجي اللي قريب من أوروبا يخليها في دائرة الاهتمام لكن بالمقابل المحيط متاحة خاصة في علاقة بالتوتر اللي موجود في دول الساحل يخلي موريتانيا عندها أهمية استراتيجية جيوستراتيجية مهمة ومهمة جدا قوى دولية تتنافس لاستقطاب الثروة الغازية وخاصة وحتى ثروة أخرى في موريتانيا كذلك مشاريع اقتصادية وأمنية في هذا الإطار شركات أوروبية وأمريكية بقوة قاعدة تستثمر في غازها المتدفق زيادة على اكتساح الصين اللي في السابق كانت مثلا فيما يخص الثروة السماكية كانت موجودة بقوة وحتى يمكن موجودة إلى درجة القضاء نسبيا على هالثروة السماكية بالاستغلال الكبير اللي صار هذية الصين كذلك كانت متواجدة في استغلال الثروة المعدنية في موريتانيا اهتمام روسي كذلك صار بعد زيارة وزير الخارجية الروسي عام 21 في 2021 لنوقع الشوط وكان وقع اتفاقية عسكرية مع موريتانيا موريتانيا اللي تترقب تصدير اول شحنة غاز في نهاية السنة الحالية 2023 وفما تنافس دولي كبير على الغاز الموريتاني نعرفه اللي صار في اوروبا في الشتاء الفارق بعد ازمة الغاز الروسي ونعرفه كيفاش البلدان الاوروبية بالاساس المانيا ولكن غيرها من الدول كما فرنسا وغيرها من الدول كذلك كما ايطاليا تحاول تنوع في موارد الغاز اللي تورد فيه غير الغاز الروسي لتعويض النقص الحاصل في السوق الاسئلة اللي تطرح فيما يخص الغاز الموريتاني هو خاصة ما هي امكانيات موريتانيا من الطاقة الارقام هنا بصراحة ارقام مفاجئة لانه بالاكتشافات اللي صارت في موريتانيا فيما يخص حقول الغاز اللي موجودة في الشواطئ الموريتانية نحكيه على ثالث احتياطي للغاز في افريقيا بعد دول اللي هي معروفة برشا كوني دول تعتمد بصيفة تكاد تكون كلية على المحروقات في اقتصادياتها وهي في المرتبة الاولى نيجيريا واللي عندها احتياطي بميتين وسبعة تريليون قدم مكعب احتياطي نيجيريا في المرتبة الاولى الجزائر تجيه في المرتبة الثانية باحتياطي بمية وتسعة وخمسين تريليون قدم مكعب وجيه موريتانيا الثالثة بثلاثة وستين تريليون قدم تسبق مصر اللي الاحتياطي امتاحها ما يبعدش برشا على ليبيا في حدود الخمسة وخمسين تريليون قدم مكعب بالنسبة للاحتياطي الموريتاني من الغاز ينفرد حقل بيرالله الموريتاني بالنصيب الاكبر تقارب احتياطي الغاز اللي فيه نسبة هامة من الاحتياطي الجملي زيادة على حقل السلحفات اللي الاحتياطي فيه خمسة وعشرين تريليون قدم مكعب بمعنى نحكيه على ارقام كبيرة وكبيرة برشاكي نحكيه على موريتانيا كثالث احتياطي للغاز في افريقيا بعد نيجيريا والزير ما نحكيه على اي ارقام هنا قلنا اللي الاهمية متى الاتشافات هذية هو خاصة جي زادة من الموقع متى موريتانيا لانه موقعها قريب للقارة الاوروبية وهنا يسهل عملية الربط وعملية الشحن نعرف اللي بعد ازمة الحرب الروسية الاوكرانية وبعد العقوبات اللي تم تصديتها على روسيا وبعد كذلك المشاكل اللي صارت في الانبوب اللي من خلاله روسيا تصدر الغاز لاوروبا صارت ازمة كبيرة متى نقص في مد اوروبا بالغاز وهذا خلى اللي الدول الاوروبية تحاول بكل الوسائل الممكنة كوني اتنوع في المصادر متى التوريد متى الغاز متاحها بالنسبة للعقود وحجم الاستثمارات الغربية في الغاز الموريتاني نحكيه على عدد شركات اوروبية ابرزها شركة بي 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 بريتش بيتروليوم وكوسموس واللي قاعدين حاليا يستغلوا في حقل السلحفات اللي هو مشترك ما بين موريتانيا والسينيجال الاستثمارات هنا نحكيه على الاستثمارات في حقل السلحفات اللي منه هو بش يتم تصدير اول شحنة من الغاز الموريتاني نحكيه على استثمارات بقيمة 3 مليار دولار وموريتانيا وقعت مع بريتش بيتروليوم وكوسموس مؤخرا اتفاقية لبدء الاستكشاف وتقاسم الانتاج في حقل بيرالله اللي كما كنت ذكرت حقل بيرالله اللي هو فيه نسبة كبيرة من الاحتياط الموريتاني من الغاز زيادة على هذية شركات اجنبية اخرى قاعدة تحاول تتحصل على عقود استكشاف وانتاج للغاز في حوض الحوض الساحلي للموريتانيا من بين شركة شيل زيادة على قطر للتاقة واللي قاعدة تخدم على زوز مقاطع اللي هما سيتان وسيتو في البحر هذه شركات كبيرة وباستثمارات كما ذكرت ضخمة تنجم توصل حتى الستين مليار دولار نحكيه على وغيرهم من الشركات الاخرى اللي معنية بالغاز الموريتاني بالمقابل هنا زادة مع الاكتشافات متاع الغاز مهم جدا هو الواقع الاقليمي في المنطقة اللي حول موريتانيا نعرف التوترات الكبيرة امنيا وخاصة في علاقة بالارهاب في جهة الساحل في دول الجوار لموريتانيا وهذا اللي خلى علاقتها مع مختلف القوى الدولية تشهد تحسن كانت حتى على قتم حلف شمال الاطلسي الناتو شهدت في السنوات الاخيرة نقلة نوعية يعني فمانية لتأمين هذه الثروة الغازية حتى لا تكون بيد القوى اللي في المنطقة تحدث في اضطرابات وكي نقوله القوى اللي في المنطقة واللي تحدث في الاضطرابات نحكيه بالاساس هنا على مجموعة فاغنر واللي في الاسبوع اللي الفارض كانت عملت ضجة كبيرة في العالم في روسيا وقت الانشقاق اللي صار في مجموعة فاغنر قبل التراجع على هذا الانشقاق نحكيه هنا على تروة غازية ضخمة بالنسبة لموريتانيا في ظل محيط اقليمي متوتر لكن في ظل زادة رغبة دولية لتأمين هذا الاحتياطي الموريتاني من الغاز ولهو متواجد خاصة في الشواطئ الموريتانية وتسابق من شركات دولية لاستغلال واستكشاف الثروة الغازية هذية مش نمشيه مباشرة مع القراءة نذكر المقال موجود في موقع الجزيرة دوتنات ويحكي على استثمارات غربية بمليارات الدولارات واكتشافات مهمة للغاز الموريتاني نحكيه على المرتبة الثالثة افريقيا من حيث الاحتياطي من الغاز بعد نيجيريا والجزائر هكذا نكون وصلنا لنهاية لكو انترناسيونال وبها نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في الاكسبريس كل شكر السيرين في الاخراج مروين كان معنا في الديجيتال شكرا وسامة في الاعداد مروين عشوري وليد برحومة نحييكم تقابلوا غضو ان شاء الله